طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا وقذائف هون متى ما ذكرت هذه المصطلحات في العراق ربطت بميليشيات الحشد وتصاعد هجماتها على البعثات الدبلوماسية والمواقع الأمريكية ولعل أبرزها قصف قائدة فيكتوريا في مطار بغداد بطائرات مسيرة إذ يشكل دخول هذا السلاح على خط التصعيد إرهاصات صراع شامل تستنسخ فيه تجربة ميليشيا الحوثي في اليمن من حيث الهدف والحراك العسكري مع اختلاف الظروف وأطراف الصراع إذ أن عمليات قصف الميليشيات على أبعد تقدير لن تتمكن أو لا تجرؤ بعبارة أوضح على تحقيق أضرار بشرية في القواعد الأمريكية المستهدفة وكذلك بالنسبة لإسرائيل التي تقصف بشكل شبه يومي مواقع الميليشيات في سوريا في حين لم ترد الميليشيات إطلاقا على القصف الإسرائيلي تصاعد هجمات الميليشيات له ثلاث رسائل الأولى موجهة لأمريكا وموقعة بخط إيراني ويراد منها الضغط على واشنطن لتقديم تنازلات لطهران في إطار المفاوضات بين الطرفين الرسالة الثانية موجهة لحكومة الكاظمي ويراد منها التذكير بأن الميليشيات هي القوة العسكرية الضاربة في العراق ولن تتورع عن ضرب أي طرف حكومي يحاول تقييد تحركاتها أو سحب سلاحها أما الثالثة موجهة إلى الشعب العراقي ويراد منها إرهاب المطالبين بكبح جماح الميليشيات والمعارضين لوجودها كما يراد إهام مناصر الميليشيات أن القصف يستهدف الوجود الأمريكي من باب المقاومة تكثيف استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقود الأذهان إلى وجود مراكز تسليح كبيرة تابعة للميليشيات في العراق وبحسب القراء فإن جرف الصخر هي هذا المركز وتحوي على صواريخ باليستية وترسانة ضخمة من الأسلحة فهي المنطقة الأكثر حساسية عند الميليشيات لدرجة أن رؤساء الحكومات لم يستطيعوا دخولها وباعتراف النواب ورؤساء الأحزاب فإن مصير هذه المنطقة مرتبط بطهران مباشرة دون العودة إلى مرجع عراقي موسيقى